ورات تتلاحق في تشاد منعرى جنهام شهدته مجريات الأحداث بمقتل زعيم الحزب الاشتراكي بلا حدود يايا ديلو المتهم من طرف السلطات التشادية بتدبير محاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا وقتل ديلو بمقر حزبه بالعاصمة جامينة خلال اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار الحزب وحسب وزارة الإعلام التشادية فإن ديلو رفض الاستسلام بعد محاصرته من طرف رجال الأمن حيث أطلق النار عليهم وأتبدو هذه الأحداث مرتبطة أيضا بصراع عائلي داخلي إذ أن ديلو هو ابن عمة الرئيس الانتقالي محمد ديبي دائرة الصراع شملت أيضا عم الرئيس صالح ديبي الذي تم اعتقاله علما أنه انضم للحزب الاشتراكي المعارض قبل أسبوعين وينتسب الأطراف الثلاثة إلى قبيلة الزغاوة الحاكمة لكنهم ينتمون إلى أجنحة متصارعة داخل القبيلة وذلك تحديدا قبل ثلاث سنوات بعد اغتيال والد محمد ديبي الذي كان رئيسا وتتهم المعارضة قائد المجلس العسكري بتدبير عملية تصفية ديلو سيما أن الأخير نفى أي علاقة له بمحاولة الاغتيال واصفا الاتهامات المواجهة إليها بالكاذبة ومعتبرا العملية كلها بالمفبركة وسمى ذهبي العربية